بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الطور الآية 35 نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم مات النون أأنتم تخلقونه أن نحن الخالقون الواقع الآية 59 لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون غفر الآية 57 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هود من 117 لـ 119 طواف تأملي في آيات خلق الإنسان في القرآن طواف في الآيات التي تعرضت لقصة خلق الإنسان الآيات التي ذكر فيها خلق الإنسان مرتبة حسب النزول واحد العلق خلق الإنسان من علق العلق الآية الإشارة الأولى للإنسان هذه ثاني آية تنزل في القرآن والتي تقر بمبدأ السبب الكافي لعبادة الله هو خلقه للعالم والإنسان وفيها أن الإنسان بما فيه آدم أول إنسان مخلوق من علق والعلق هو نطفة أمشاج مخصبة تسمى في العلم التوتية لأنها تشبه التوتة مجموعة من الخلايا تستقر في أعلى جدار الرحم عند الأنسة فالخلق تم من علق 2- الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غفاء أحوى سورة الأعلى من الآية 2 إلى الآية 5 الذي خلق فسوى لأول مرة يتم الذي خلق فسوى الله قام بفعلين الخلق أولاً والتسوية ثانياً فما هي التسوية؟ التسوية هي جعل الشيء ملائم لوظيفة ما معد مسبقاً لأجلها كيف سوان الله وسوى كل مخلوقاته 3- التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سورة التين الآية 4 إشارة عامة لخلق الإنسان في أحسن تقويم من المعروف أن الإنسان هو قمة الرقي في سلم التطور في الأحياء البشرية جمعاً فالنشوء والارتقاء والإنسان هو قمة الرقي فهو أحسن تقويم في الأحياء كلها 4- القيامة أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيٌّ يُمَّى ثُمَّ كَانَ أَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَاجْعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى سورة القيامة الآية 36 و37 و38 الزَّكَرَ وَالْأُنْثَى الإنسان كان نطفى من مني وهو ماء الرجل ثم أصبح علقة في رحم الأنسة فخلق الإنسان ثم تم التسويته عبر مراحل متعاقبة المراحل التطورية للجنين حتى يكتمل ويخرج من رحم الأم وبعد التسوية يتم تحديد نوع الجنين زَكَرْ أَمْ أَنْثَى خَمْسَةَ الْمُرْسَلَاتِ أَلَمْ نَخْلُقُ مِّمْ مَاءٍ مَّهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينَ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وحصين ومحمي وذلك إلى أجل وقدر معلوم ثم يخرج الإنسان كقدر لهذه الدنيا ستة قاف وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سورة قاف الآية 16 إشارة إلى حضور الله في خلقه قلب الله من الإنسان ومعرفته لما يدور بخلده سبعة أكتار فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَرَائِبِ سورة الطارق من الآية 5 إلى الآية 8 إشارة لمادة الخلق في الصلب والترائب والماء الضافق الذي يخرج من بينها خلق الإنسان من ماء ضافق يخرج من بين الإنسان الذي هو صلب عمود فقري وترائب أي متشابهات جانب أي من يشبه الجانب الأيسر حتى الآن كل آيات الخلق تتحدث عن خلق الإنسان عبر عملية الإنجاب الطبيعية مع التلميح بأنها الوسيلة التي يخلق الله من خلالها الإنسان ويمر الخلق عبر مراحل للتسوية ونمو وتطور الجنين في بطن أمه وتحديد نوعه تمانية ثابت إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين سورة صارد من الآية 71 إلى الآية 85 قصة الخلق والملائكة وإبليس للمرة الأولى دون ذكر آدم ليس من المعقول أن يحدث الله الملائكة على شيء لا يعرفونه فهو يعرف أنهم يعرفون البشر فهو يقول له أنه خالق بشر من طين وهو الأصل البعيد للإنسان فمن الطين خلقت الخلية الحية التي تطورت لتصبح بشر بفعل خلق الله الذي يجعل من التطور تطوير معروف البشر معروف أنه من أصل بشري سيسويه الله من أجل مهمة ما؟ وبعد ذلك سينفق فيه من روحه فيصبح كائناً ربانياً والقصة بعد ذلك تتحدث عن الشيطان واستكباره عن السجود لكأن نفخ الله فيه من روحه مذكراً بالأصل الطيني له ومن ثم لعنة الله للشيطان وتوعد الأخير بإغواء كل نسل هذا المخلوق تسعة الأعراف وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بضرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون سورة الأعراف من الآية 10 للآية 27 الخلق والتصوير ثم قصة آدم والملائكة وإبليس وآدم يذكر المرة الأولى الخلق ثم التصوير ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم ما بين خلق وتصوير تبيان لأن العملية تمت على مراحل ثم سيعقد الشيطان لنا سراتنا المستقيم ونلاحظ أن في الآية 10 تم ذكر تمكين الله لنا في الأرض وجعل لنا معايش قبل أن يتحدث عن الخلق وهنا أول ذكر لآدم وبأنه سيسكن الجنة والجنة في اللغة الحديقة والشيطان كان أولا ناصحين لآدم بالأكل من الشجرة المحرمة والغبوط ليس من أعلى لأسفل وإنما غبوط في المكانة للمكان عشرة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ياسين الآية 77 شديد الخصومة والجدال لربه في إنقال الخلق والبعث وهذا معنى خصيم تأكيد لخلق الإنسان من نطفة عبر عملية الإنجاب حتى الآن لا حديث يتعارض مع التطور ونظريته بشر مخلوق من طين والبشر غير الإنسان في هذه الرؤية فلم يتم له تسوية الله وتصويره ونفخ الروح فيه وأمر الملائكة بالسجود له فآدم أول إنسان مخلوق عبر عملية إنجاب من زكر وأنسة من البشر وهم أسلافه القدام حداشر الفرقان وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الفرقان الآية 54 الماء والبشر والنسب والصغر ربما الإشارة إلى الماء الضافق أو الماء المهين وهذه أولى لكلمة النسب والصغر وربما الإشارة للأصل التكويني للإنسان من تراب أضيف له الماء فأصبح طين 12 فاتر والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير سورة فاتر الآية 11 الأصل تراب هذا التراب في ظروف معينة تحول لأحماض أمينية ومن ثم بروتينات بفعل الـ DNA ومن ثم تكونت الخلية الحية وتطورت لتعرف التزاوج الجنسي بالنطف حتى وصلنا لبشر ثم إنسان هل من تعارض مع نظرية التطور حتى الآن لقد قرأت أحد التفسيرات تقول أن التراب هو عنصر الغذاء الذي يولد داخل الزقر الذي يولد داخل الزقر النطفة فالنطفة كي تتكون داخل الزقر تحتاج الغذاء وهو تفسير الناس تبعده لأن الطلاب أصل في تكوين جسم الإنسان والخلية الحية وليس مجرد عنصر الغذاء 13 مليم قال كذلك قال ربك هو علي هين هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا سورة مريم الآية 9 الله خلقنا ولم نكن شيئا يذكر أو له قيمته إلا بعد النفخة الربانية 14 طه قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا سورة طه الآية 50 و 51 و 52 و 55 آدم وحياته الأرضية الله لم يخلق الإنسان فقط وإنما خلق كل شيء ثم هدا سبيل كل شيء والسؤال عن القرون الأولى علمها عند الله أي الله أعلم بما خلق وكيف خلق عبر القرون والأزمان 15 الإسراء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تطينا 15 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 15 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 16 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 16 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا سورة الإسراء من الآية 61 حتى 65 اعتراض إبليس على السجود للطين وحوار بين الله وبينه 16 الحجر 17 وقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون 18 والجان خلقناه من قبل من نار السمون 18 وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون 19 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 20 فسجد الملائكة كلهم أجمعون 21 إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 21 قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين 22 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون 23 قال فاخرج منها فإنك رجيم 24 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 25 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 26 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 27 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض 28 ولأغوينهم أجمعين 29 إلا عبادك منهم المخلصين 30 قال هذا صراط علي مستقيم 30 قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 30 قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين سورة الحجر من الآية 27 حتى 43 30 الخلق من صلصال من حمأ مسنون إلى آخر القصة 31 الله لا يلعب بالصلصال ولا يشكل به 32 والصلصال ليس أكثر من طين لازب 33 تراب وماء بعناصر ونسب معينة ومحددة 34 والحمأ المسنون له رائحة النشارر والأمونيا 35 ومكونات الأحماض الأمينية التي خلقت منها الخلية الحية 36 أصل الإنسان بعد ذلك حدثت تسوية تطوير وتجهيز وظيفي 37 وبعد ذلك النفخة الربانية التي قرمنا ربنا بها 38 وجعل للإنسان أصل رباني مدرك واعي 39 فوجب السجود لآدم 37 الأنعام هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون 38 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 39 فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 40 سورة الأنعام الآية 2 والآية 98 إشارة إلى الخلق من طين لا شك في هذا 40 هذه الآية هامة جدا في صدر حديثنا عن عدم تعارض مع نظرية التطور 40 وهي عنصر الزمن والوقت والأجل المسمى والمحدد من قبل الله 40 ليتحول الطين لنفس واحدة تتكاثر بالإنجاب 18 الصفات 40 فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون 40 سورة الصفات الآية 11 و 12 إشارة إلى الخلق من الطين اللازب واللازب بمعنى لذب يلتصق بعضه وببعض صفات الطين الذي خلقت منه الخلية الإنسانية أنه لازب لا مايع ولا ناشف فلزوبة البوروتوبلازم 19 غافر الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسما ولعلكم تعقلون سورة غافر الآية 67 والآية 64 إجمال مراحل الخلق والشيخوخة هنا مراحل الخلق تراب ثم نطفة ثم علقة ثم طفل ثم شاب ثم شيخ ثم وفاة عشرين الكاف قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا سورة الكاف الآية 37 علاقة التراب بالنطفة الحديث عن التسوية المراحل المتعاقبة للتكوين الملائم وظيفيا 21 النحر خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين سورة النحر الآية 3 و 4 الخلق من نطفة وإثبات الخلق الإنجابي على البشر ومنه آدم باعتباره إنسان 22 نوح مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا نوح الآية 13 و 14 و 17 و 18 22 نوح الأطوار والإنبات من الأرض والعودة إليها خلق الإنسان تم على أطوار وهذا اعتراف بالتطوير ويتم على أطوار عبر المراحل الجنينية ومراحل نمو الإنسان وإزدغاره والآية الثانية توضح أكثر أننا أنبتنا من الأرض إنباتاً أي أننا خلقنا من طين ومن المعروف أن النبات يأخذ زمن ووقت ومراحل حتى ينمو ويسمر 23 الأنبياء أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ سورة الأنبياء الآية 30 الحياة من ماء هذه الآية تقرب أن الإنسان مخلوق من أصل ماء وهذا لا يتعارض مع الطراب لأن الطين ماء وتراب وأنه خلق كل شيء حي 24 المؤمنون وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سورة المؤمنون الآية 12 و13 و14 تفصيل مراحل الخلق هذه الآية كلمة سلالة من طين سلالة أي نسل طويل مر بمراحل عديدة وفي النهاية تأكيد على الأصل الإنجابي للإنسان وتأكيد على أن كل خلق مختلف جديدا فلا إثنين يجمعهم شبه واحد ونلاحظ أن عملية الخلق مستمرة وكل واحد متطور مختلف عن آدم 25 السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين 26 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 27 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون سورة السجدة الآية 7 و8 و9 بدء الخلق من طين كلمة بدء خلق الإنسان من طين ألا تؤكد التطور وكلمة ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أي إنجاب ثم بعد ذلك حدثت التسوية ثم النفخ من روح الله الآية واضحة تؤكد على التطور الذي هو تطوير بفعل الخلق عقل كوني 26 الإنفطار الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك سورة الإنفطار الآية 7 و8 انظر للتمرحل خلق أولا تسوية ثانيا تعديل ثالثا 27 الروم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون سورة الروم الآية 20 21 22 ثم 25 الخلق من تراب ثم الانتشار في الأرض بشرا تراب ثم بشر ثم خلق من أنفسنا أزواج 28 البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبئهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تردون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهدقوا بعضكم لبعض عذو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهدقوا منها جميعا فإما يأسينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سورة البقرة من الآية 29 حتى الآية 39 الخلافة وسجود الملائكة والتمرد من إبليس البشر غير الإنسان البشر لا عقل له همجي يقتل ويفترس ويسفك الدماء الملائكة يتحدثون عن شيء يعلمونه لكن آدم ذلك الكائن البشري علمه الله وعرضوا على الملائكة فوجدوه راقي إنسان وليس بشر فسجدوا له 29 النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء الآية واحدة الخلق من نفس واحدة الخلق تم من نفس واحدة بالإنجاب 30 الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار سورة الرحمن الآية 14-15 حديث عن الأصل التكويني خلقه فعلمه فصار إنسانا خلقه بشر فعلمه فصار إنسانا 31 الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا سورة الإنسان الآية 31-32 البشر أو النطفة أشياء لا تذكر ومن البلاء أو الحوادث التي يتعرض لها الإنسان نظرية التكيف حتى أصبح سميعا بصيرا 32 النور والله خلق كل دابة من ماء 33- فمنهم من يمشي على بطنه 34- ومنهم من يمشي على رجلين 35- ومنهم من يمشي على أربع 36- يخلق الله ما يشاء 37- إن الله على كل شيء قدير 34- سورة النور الآية 45 والله خلق كل دابة من ماء وحدة أصل الدواب ومنهم من يمشي على رجلين وهو القرود والبشر أصل الإنسان 33- الحجر 34- يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 35- ثم من علقة 36- ثم من مضوة 37- مخلقة وغير مخلقة 38- لنبين لكم 39- ونقر في الأرحام ما نشاء 40- إلى أجل مسمى 40- ثم نخرجكم طفلا 41- ثم لتبلغوا أشدكم 41- ومنكم من يتوفى 42- ومنكم من يرد إلى أرض للعمر 43- لكي لا يعلم من بعد علم شيئا 44- وترى الأرض هامدة 45- وترى الأرض هامدة 45- فإذا أنزلنا عليها الماء 46- اهتزت وربت 47- اهتزت وربت 48- وأنبتت من كل زوج بهيج 48- سورة الحج 49- الآية 5 50- تقرير كامل ونهائي عن خلق الإنسان 49- ومراحل 34 49- الحقرات 50- يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 50- وأنثى 50- وجعلناكم شعوبا 50- وطبائل لتعارفوا 50- إن أكرمكم عند الله أتقاكم 50- إن الله عليم خبير 50- سورة الحجرات 50- إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 50- خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 50- سورة العمان الآية 59 50- هل عيسى خلق من تراب أم وضع في بطن مليم؟ 51- وكذلك آدم وضع في بطن أنثى بشرية 52- ثم اصطفاه الله 53- إن غاية ما هناك أن الديانات المحرفة 54- جاءت بكتب موضوعة تؤلف قصة للخلق وتتبناها 55- والمشكلة أن مفسر القرآن 55- وتبعا لنصيحة رسول الله 56- لا تكذبوا أهل الكتاب ولا تصدقوهم 56- أخذوا عن التوراة والإنجيل 57- فبدى الله نحاتا يشكل بالسلصال 57- وهذا لا يقبله العقل العلمي يوم 58- ولا يقبله النص القرآني 58- بعيدا عن التراث والإسرائيليات والخيال الشعبي 59- الذي يضيف عناصر لقصة الخلق 59- هي عناصر إسطورية إبداعية 60- ويصدقها بل ويقدسها 60- المصدر عبدالصابور شهين أبي آدم 61- قصة الخليقة بين الإسطورة والحقيقة 61- مكتبة الشباب القاهرة 1998 998 شكرا شكرا ��